جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه لجهود الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لانهاء الازمة اليمنية والتوصل الى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 واكد المجلس في ختام دورته المئة وسبعة واربعين التي عقدت في مقر الامانة العامة برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون جدد دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي برئاسة دكتور معين عبد الملك ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ باقية النقاط في الاتفاق مؤكدا بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمان لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره ودن المجلس الوزاري بأشد العبارات استمرار هجوم ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من ايران واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات كما أدان استخدامها لأكثر من مئة وسبعين أسرة من النازحين في مأرب كدروع بشريتنا الأمر الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان